السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى اخواتي تكونوا بخير وعلى خير اطلعكم هاد الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله كيف ما كتوفوا اليوم فيديو جديد على القناة نتمنى تكملوا هاد الفيديو حتى الاخير وما تنسونيش من دعمكم القناة شاركوا في القناة الى اول مرة تتوفوا هاد القناة وما تنسونيش اختي من دك جيم نلاحفظكم ويعطاكم ما تمنيتو وعواش لكم بروكا رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الامة الاسلامية اليوم الحد عد كنت دلكم المونتاج من نهر الخميس ما حتى كلكم حتى شي فيديو حيث كنت عيانة شوية والصوت ديالي غايبة لكم بانه يعني ضربني البرد اللي شافي جميع المرضى هاد شي لكين البنات وقلت اليوم ما ما نغبرش عليكم ندلكم فيديو هكا تحفيزي كيف ما كتشوفو يعني تنظيم التقضية الكرتونة ديالرمضان صفي يعني قاعدك تشيلي فيها يعني رغد ان نستهلكو ان شاء الله يا سيد ربي في هاد رمضان وهنا البنات باش ما نشفوتنيش هاد القيطة بالنسبة لتصبير الشفرور فانا واحد القريعة من مصدق لياش آآ يعني خسرات ومجسسة اعطي واحد الريحة ما زوينانا يعني الريحة ديالرمجهده يعني يا دكشي باش قلت لكم في هاد القيطة هادين بان الشفرول ما صدق لياش المهم البنات اللي كيستقلين الشفرول يقولوا لي شن المشكيل واش القرعة ما تسددت لياش مزيان المهم ما صدقت لياش وحد القرعة وحدة غدي قريبا ان شاء الله غدي نحلها وغدي نشوف واش مزيانة ولا لا لحيث وحدة لطات الريحة وحدة بقى مسدودة مزيان ما عرفتش وش من الغلاقة يعني ما سديتهاش أنا مزيان ولا ما عرفتش مهم البنات غدي نشارك معاكم يعني ميني بطبوط اللي كيتعمر وغنشارك معاكم ميني ببيتزا غدي نشارك معاكم شي حاجة ليزوينا خليكم تاني هايد الفيديو بديت لكم يعني بتنضيم وتنضيف وقعدك الشي اللي كان دير هاد شي هادا درتو مباشرة منمور يعني ما تقضيت كيف ما كتشوفوا فأنا غبرت عليكم تقريبا ما حطيت لكم ش غير الجمعة أما هو السبتراني يعني يمول فما كنحطش لكم أصلا السبت أبغيت نقول لكم البنات شنا هو الوقت يبقى نحط لكم الفيديو إن شاء الله في سيدنا رمضان فما عرفتش صراحة أشمن وقت غدي نحط واش غدي نبقى نحط هكا في الليل واش نبقى نحط هكا بنهار مع 12 ولا الوحدة ولا المهم قصرحوا علي البنات شما نبقى نحط لكم الفيديو يعني اللقيتين غتكونوا مثاليين فيها صافي البنات كيف ما كتشوفون من بعد ما يعني كل حاجة أقعدك شركين في بلاستيك قدرت وكف من ضيمات كندوز البنات أي حاجة خديتها وقدحتاج أنني ندخلها لتلاجة يعني خويت ذيك الكرتونة أو لذيك الشبيكة اللي كنت يعني معتبرها كرتونة درمضان فخويتها وهنايا هذي من ضيمة كندرفت تلاجة يعني أي حاجة خاصة دخول تلاجة فباش أي حاجة خاصتني نكون عارفة بلاستها حتى شي حاجة ما ننساها صفي البنات وبنسبة لها المونت ضيمة هذا كانوا تقصوني بعض الأخوات في التعليق في واحد الفيديو سابق على هذي المونت ضيمة فأنا أخذتهم غير من الناس اللي كي يبيعون مماعين ولكن رأي شحال هذي مشي عدابي يعني رأي كل مرة كي يجيبون موضيلة جداد بالنسبة لفلون البنات غنضيرون فهد فهد العيبة هذي فذوك القراءات اللي كنت أخذت ديال بيم أخذتهم يمكن بمياد درهم كانوا تسعود ديال بواطات والصراحة زوينين عمليين كي هزوا صفي وهذا الشي اللي بقالية غنضيروا فهد شبكة هذي يعني أي حاجة غذي ننضمها باش يسهل علي يعني يسهل علي الشغل بالنسبة لتخمال البنات ديال المطبخ فأنا خملت يعني من قبل ما نتقضى قبل ما نتقضى مشينا نجيب بتقضية وهذا شي علشت تعطلت ما تقضيتش بكري إلا لاحظت بأنني مول فكن حطكم تقضية يعني في الأول ديالشهر أو لا يعني دائما من تقريبا ستة وعشرين سبا وعشرين ثمانية وعشرين قاع كان يكون زوج ريالي تخلص وكانت تقضى على بكري ولكن هان الشهر هذا ما تقضيش بكري حيث كنت نقول خسنين نخمل الماكينش لاش نجيب تقضية ومقى حطها يعني تقضى تلاوح من هنا الهناية بينما بينما خملت فخملت المطبخ كامل نزلت البلاكارات ما شاركتش معكم هات شي هذا حيث الصراحة يأخذ لي الوقت بزاف تصوير وحيث ما كان بنش هكا في اليوتيوب فكي صعب بزاف أما كيتصوري يعني روتين في حالة الشكل هذا يجي صعيب صعيب بزاف ذاك شي لماذا صورت لكم غسلت الفران غسلت التلاجة ونظفت ها مزيان الكونجيلاتور هو خويت كامل وخك عامر خويت وضغية حيت له التلج منه وبصراحة ما كيدرش فيه التلج ولكن شي نهار ما تسد مزيان ويدر له التلج غير فوق غسلت مزيان ورديت كل شي سوف لا يوجد في الكوزينة سوف يجب بيت منعاس لديه البريز الذي يجب فيه الكونجيلاتور وعج السيد الذي قدلنا البريز سوف نقرب لي الكوزينة وبلاث اضع الفران في بلاست سوف مع واحد القيطة كيف انضمت الجهة الفوق لي في الليفي هذي تشوفو معايا وهنا البنات بالنسبة لدقيق فانا ضروري يعني هذي بلا رمضان دائما نجيب دقيق تنغرب له عاد تنضير بواطات باش تسهيل علي يغي تنبغي نحضر شي حاجة تنهز منه ذك الشي اللي بغيت ما كان بقاش عاد نقلب على الغربال عاد غربال يعني بالزرباق يكون كل شي مغربال هنا البنات سجيت لهذا المساعد هذا المساعد موهم أو هذا الرف هذا لا عارش كيف كيف تسميه اللي درت فيه هذي المون الضيم اللي خديت من بيم فهذا الخشب يعني اللون ديال وبهذا شوية درت واحد شوية تزيت في واحد المنديل ومسحته فالزيت ترجع اللون زوين للخشب صفي البنات وبالنسبة الحمص فتا رطبته لعدس اي حاجة غذي نحتاجها كان نلقيها مزيان وكان يعني وكان نرطبها باش كل شي يكون موجود هنا البنات سنشارك معاكم كيف اش نضمت هذي هذي بالنسبة هنا تحت الفران فجبت سوبي راز لإيفاس طبي سلات غذي نحتاج اي حاجة نحتاجها قررتها شوية الهنا او هنا كان نوريكم البنات تنوريكم الفران فالصراحة كان معلك ودرت لديك البرودوي اللي هدرت لكم عليك خطير على الدين اوني درت لديك الجاج ودرت لديك الشبيك للداخل فالصراحة هم زوينين حيث اصلا شاريا مشي عاد شريته فمره مرة كان استعملوا شي حاجة بين المتقى هذا هو ضروري ندير هك لديك الوان طيس اللي غف باش مادرنش في الدي سفي المعونة ديالي او التقضية ديالي الشهر ندير هذا الرف هذا كيف تشوف هدخيل هذي فهذه البلاصة ديال تلاجة غير رضيت فيها الكونجيلاتور وده بحيت الكونجيلاتور متنما ورضيت الفران جاني دقيق فدرت 500 جرام ديال الخاص بالحلويات ودرت 200 جرام ديال الفينو والملح على حسب الضوغ درت الزعتر حتى الزعتر تدير كمية اللي بغيتو كتبغي انه يجيكم يعني باين فكتر وشيش يدير هك وعجوج معالق او لاكتر هنا كنحكو بني دي يكون هك منقي فانا باقي بودرة الحليب المجفف تقدروا تديرها ولا عندكم تقدروا تستغنو عليها هات شي اللي كين البنات بالنسبة للميني بيتزا وقد ندير الخميرة الخميرة كتبقى على حسب الجو الجو بارد كتر وشوية الخميرة باش يعني تخمر لكم في ضغية وإلا كان الجو سخون فر تدير القياس صافي هنا كنوريكم بأنني عد بدرة الخميرة تقدروا تدير دابا فهذا وقت هذا واحد المعلقة تكون كبيرة صافي البنات وكان تنعجنو هاد العجين هاد غيب المدافي هنا عندي كاس ديال العنبة فهدت الكاس الأول الكاس ثاني والكاس ثالث ثلاث هاد هاد العجين هاد كان عارف بأن العجين ديال البيتزا والمخامر والمهم قاعد هاد الش ديال هاد العجين هاد هاد فكيبغيوا يكونوا ها العجين ديال هم هكا خفيفة مش خفيفة بزيف ولكن تكون هكا معلوكة وقبل ما تخمر فكتكون كتلصق في ليد ولكن يعني كتلصق في العجين حيث باقي سنضيف لها كواحد جمعة القضية الزيت العود مهم العجين ستجمع و ستعلق ها مزيان و لديكم العجين ستضيف لها تسهل ضغياء ضغياء أما هذا ليد قاعد ما تضيف العجين يعني ليد تخدم مزيان كتر من العجين العجين عود كتسهل ضغياء ضغياء المهم البنات هنا من بعد عجنات وتعلي كتلصق فكنزيد واحد جمعة لدي زيت العود و نخلي العجين تدخل فيها الزيت مزيان مزيان و نغطي عليها و نخلي ها تخمر على خطر خطرها المهم الخمر الأول نخلي ها تخمر 20 دقيقة أنا قديت العجين الميني كيش و سوف نقدي الكيش كيف ما تشوف الميني كيش قديت و خليت ها تخمر يعني رأي خليت ها كتر من تول تساعة هي الخمر اللول خليوها تول تساعة من تخمر و تطلع في حلقة دي غازيوها يعني خرجوا من هدو كلهو و عود غطيو لها 11 دقيقة قاعد شكلوها حيث منين سوف نشكلوها سوف مباشرة سوف نكون مسخرين الفران جيد و سوف ندخل الفران كيف ما تشوف البنات بالنسبة ل الكيش ف نشعر عليهم الفوق والتحت حتى يتشمع بلا ما يتحمر سوف نخرج من الفران مهم البنات سوف ندوز هك شكل الميني ميني بيتزا انا اجبت لكم هنا بزاف دي الاشكال و بري نور لكم بالنسبة للبنات اللي بغت شكل تدير و بغتي مربع بغتي ميني بيزا ديرها مربع ديرها بغتي دائرة ديرها بغتي ديرها و ريضة كيف ما بغتي في الاشكال موجود في السوق و يتباع القطاعات يتباع ماشي غالي انتي تباع و ديرها انا كنشير خمسة درها ممكن للمجموعة اما دباغ يكون بزاد شوية بالنسبة للبناس صفي قطع العجينة قسمتها على جوج و طلقتها كانت تلقوها على الفينو و ما نكتروش بزاف ديال فينو و ما نخليوش العجينة تكون لاصقة يعني من هالسطح العمل باش ممنين قطعوها ما تصغر شو دي فورما مهم هنا يسا في تقبوها تقدروا تتقبوها كيف تشوف هذي تقابة هذي شيتها من بيم المهم شتقة زوينة اولا تتقبوها بذي اللعبة دي ربح لم الشيطة اولا كيف ما قلت لكم في فيديو لي و سابق قدرت لكم بيزا خمسة دقائق لساهلة لحشو دي الخضراء راني منزلها لكم غير مؤخرا نزلتها لكم تقبوها تشري ومشيطة هذي المشطة تدير خمسين فرانك وتخلي ها يعني تديرها في دي دي الانقاطع هذي المقاطع دي الحلوة وتكون خاصة فهي يعني حسن من الفورشيت فهي غف ثلاثة سنينة واربعة سنينة تلعبو تم هنا كنا نوريكم السمك دي البيضا ما تكون غليظة فهي ما زالك تطلع حيث فيها الخميرة سندخلوها الفران يكون الفران شاعل ملفقه من التحت غير هكا ثلاثة دقائق ربع دقائق ستتشمع التنفخ ستتخرجوها هنا يدو الشكل دي إلا تكون فران غاز لا يوجد من الفوق ستتشمع من التحت النفخ ويضع تشمع لها وجهة هنا الصغار قدرت تطلق الكبار الشياطة التي قتلت هي التي تطلق لها لن نطلق وننطلق لن نطلق لن نطلق لن نطلق زوين هنا ندو الميني بتبوط زوين زوين بزت وهنا البناس كيف ما كتشوفو بالنسبة لدقيق فدرت كيلو ديال دقيق الفورس يعني العادي الفورس ديال الحلوة يكون أحسن يكون نوعية جيدة ومس كيلو ديال الفينو الفينو يعني ماشي السميدة البنات الفينو اللي كيكون رطا الطب ويكون نوعية جيدة المهمة البنات ودرت هكا معلقة ديال السكار ودرت معلقة ديال الخميرة ديال الخبز ودرت الملحة حسب الدوق سوف يكون عجنو بالمادا في يعني بحال ذك شي نديرو الخبز يعني هو اللي كان يديرو في المخمار او المخامرات صافيا البنات لنقع نعجن بالمادا العجينة ديال المخمار البنات ستبقى تضيف الماء بشوية بشوية حتى يجمع وعادك تضيف نقيطة بنقيطة بنقيطة حتى يجرى ها كي يعطي يخفيف ويخفيف ويجي من الدخل مهوي يجي صراحة زوين كيف ما كتشفو هو رك يلسق في الدين صافيا البنات نغطي عليه ونخلي خمر على خاطر خاطر يعني يخمر مزيان مزيان من بعد ما يضعف الحجم ويخمر ندود نشكل كاكوير باش ما نعاود ونعاود في العجينة ما غاديش نطلقها بكبد لك ونقطعها بالقطاعة الزيادة اللي كيبقى ونشكل ديريكت في حال ندير الخبيزات وما كيش لك لعجين لتحج وكتسرب راسك وهذا الكيمية كتعطي كيمية كبيرة غادي نقول لكم شحل من حب غادي يعطيني فهنا كان عبر راني كندير فيهم خمسين غرام تقدرو تدير خمسة واربعين غرام حتى الخمسين قطعتهم بدأت السيركل لسبعة سنتيم ولا ثمانية سنتيم صفي البنات كان عبرها كايا حتى نكمل كان نساعد حتى العجين تلسق في الدين نساعد بشوية الفورس لا نقوم بسبب السميدة لتحرق ويجي المينة بطبوط ناجف بالأحسن أننا نقوم بسبب الفورس كيف لا نكتر وما تلسق العجينة في الدين صفي يخمر لأن نقرس لنبدأ طيب ولم ينفخ البطبوط لأن كان طيب في الطيار لن يجعل أن يخمر لأن كمية كبيرة لن نكمل لأن ينفخ الخبز لأن لا تنفخ الخبز لا خامر لأن ينفخ الجلد على الجلد يجب أن تنفخ كامل و تكون هناك الباب لداخل يجب أن تفهموا بأن هذا البطبوط لا يجب أن يخمر يجب أن يكون دوائر أما يجب أن نطيبه فهذا يجب أن يكون مخامر فهذا يجب أن يجب أن نقرسه و نقرسه و نقرسه و نقرسه و نقرسه و نطيبه لكن لا تتسربيه فهذا أفهم الأحسن أنك لا تقرس كمية كمية دقيقة و نقرسة و نقرس كمية أقل هنا في البنات كيف لا تشاهده تتعاون لك الكيمية كبيرة و تتسربي في الطياب و تحسب البنات و تمتقال ما يجب أن تفهموا و يجب أن نقرس كمية المهمة لدينا لأنهم يجب أن تكونوا سببين ويجب أن تتسربي لك أكثر الى العجينة تنفخوا و تتعزلهم جليده على جليده و حيث لا تجيش فيهم ديك اللبابة يجي فيهم البابة والصراحة يجي وزوينين خفافين و يجي ورطات طبعين كيف ما كتشوفوا بالنسبة لها الجنب هذا لو تتحمرهم تنقوا تضورهم على الجنب حتى يتحمروا فانا كانت عندي كمية كبيرة شدورتوا على الجنب شوية شخليتوا هكاك صافي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا المهم راني تقريبا جاتني شيربعة وخمسين حبة يعني بالوزن ديال خمسين قرام فجاتني تقريبا شيربعة وخمسين حبة وكينينا البنات شي حبات اللي ما تنفخوش علاش حيت خمره حيت عندي يعني كانت عندي وحي الكيمية الكبيرة يعني فاتت فيهم هكا يعني خمره ولو فحل شكل ديال الخبز هات الشي اللي كيني البنات سفيك تمشيوا به هالطريقة حتى تكملوا الكمية اللي عندكم كاملة غدي نوريكم كيف تحتفظوا بهم بالنسبة للطيبة البنات تقدروا تطيبوا في المقلة هكا ديال الملاوي ديك تقيلة او ليلة عندكم هكا شي شي مقلال اللي يعني ما كوش كدروها في هالبغرية لهو كيستق فيها زوين صراحة كيجي كيف ما كتشوفو خفيف على هات الشكل هادا كنقطعوه بالمقص يعني هو سخون على هات الشكل هادا يعني كتشوفو يعني مفروق يعني من الداخل ما كتحتاجوش أصلا تفرقوه فهو مفروق يعني بوحديته يعني المخيمرات اللي كيكونو تنفخوه فهوما ساهلين دغية كي يعني كتلقوهم فروق يعني كتحلوهم من الجناب من اللي تبغيت تحتفظو بهم البنات فحتفظو بهم يكونوا محلولين حيث منين كينت مشو تتدخلهم المجمد فرا كي يلسخوا مع بعضياتهم من اللي احسن أنكم تفرقوهم من قبل سافي البنات وهذا الشي هو لي وجدت هاد النهار كيف ما كتشوفوهم خيميرات اللي جاوزوينين بزاف ميني كيش البنات راني حقيته لكم غير وراء وراءت لكم هنا بأنني كنت شعلي عليه الفران من الفوق ومن التحت غير باش كيتشمع روا ما كيتشمع يعني ما كيتحمرش غير كيتشمع وكنطفي عليه وكنحيدو من القوالي بقوة سخون يعني غنحاولو شوية باش ميتهرش ومن بعد كنخليو حتياتي بردعة كنحتفظو به فالصراحة هاد اللي كيش اقتصادي نرى اني حطى لكم فيديو خاص على اللي كيش وصافيو كنا نجمع يعني بنسبة ستجمعهم في بلاستيك غذائي لعندكم هاد بلاستيك تديرهم عندكم بواطات تديرهم فهذا البلاستيك متى ياخدش البلاستيك المجمد في حل البواطة ولا ما عندكم تدرو غاي بلاستيك عادي فحل هادا اللي درت اهنا لا تقلق لكم وصلنا النهاية للفيديو نتمنى لا تنسوا من دعمكم القناة الى اللقاء